السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف امير اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله رح نشوف مع بعض وصفة ليزي كايك وصفة من اطيام ما يكون راح تكون راقية واقتصادية في نفس الوقت رغم بساطة المكونات وصفة بزيف سهلة نخليكم تكتشفوا الوصفة وطريقة التحضير اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش ادلوا النجام نتمنى لكم فرجة ممتعة اذا نودع بسم الله على بركة الله نحضر في الكريمة نحتاج فيها مكونات بسيطة جدا يعني بدون تعقيدات هنا نحتاج ثلاث كيسان تاع حليب لكيس ليستعملتوا 220 ميللتر ونضيف عليهم ملعقة تاع زبدة ونحن نحن نحرك لحد زوج مكونات حتى الزبدة يعني تبددوا بالناء في الحليب نخلطهم ليح كما قلت لكم وهنايا وقفت الفيديو نطلب لكم كامل تهدو دلونا جاملة فيديو لعجبتكم ونكملوا الفيديو تاعنا اذا كما قلت لكم نكمن نخلط زوج مكونات الزبدة مع الحليب ونضيف عليهم ثلاث ملعقة كاكاو هنا يستعملوا كاكاو نوعية جيدة لكيس لتعطيكم دوغ رائع بعد مدرنا الكاكاو ثلاث ملعقة كبيرة نحن نضيف ثلاث ملعقة سكر يعني سنعود لكم المكونات من البداية وشديد نستعمل ثلاث كيسان تاع حليب لكيس تيرو 220 ميللتر نستعملوا أيضا ملعقة زبدة ملعقة يكون فيها حوالي 50 جرام نضيف عليها ثلاث ملعقة كاكاو كبيرة وأيضا ثلاث ملعقة سكر ونخلطهم لأحد المكونات مع بعضهم ونخلو المزيج على النار تكون متوسطة وكل مرة نحركه بهذه الطريقة كما رأيكم تشاهدوه حتى الحجم التاعه يعني أولي في النصف إذن لازم نحرك فيه ونخلوه على النار هادئ أنا داري حاولي عش دقائق على النار نخلوه حتى يعقد حتى يولي عنا بهذا الشكل وهذا القوام يراكم تشاهدو فيه تروقع هنا في المرحلة بعدما شناب الحجم التاعه والأولي في النصف والكريمة عن عقادة تروقع نضيف له المكونات الآخر وهذا المكونات ضروري جدا أنه يكون النوعية تاعه جيدة استعملت هنا 100 جرام بتاع شوكولاتة سنضيفها لهذا المزيج ونحرك هنا لكن يجب أن النار تكون طافية يعني هذا المزيج لا يكون حاميه هو الذي يضوه بنا الشوكولاتة نكمل نحرك جيدا كما رأيكم تشاهدوه باستعمال هذه الملعقة الخشبية نحرك لها كما رأيكم تشاهدوه يعني القوام ما زل شوية مشيحة كمروحة لكننا لا نحن نستعمله وهو سخون سنضيفه في اينا و احد اخر اللي يكون شوية كبير بش يبردنا بالخف نضيفه في الكريمة هذي اللي حضرناها كما رأيكم تشاهدوه هذا هو القوام اللي لازم نحصل عليه نخلوها تبرد جيدا وبعد نكمل العملية اذا ما بين الكريمة لنا رايي تبرد كما قلت لكم نخلوها تبرد جيدا بشتي تتعقادلنا وزيت تتقارم لها نحن نجيبه هنا يا بيسكوي أنا استعملت هذا اللي بتبغ يعني انتباعوا بزاف رخيص انتباعوهما خمس علب في علبة واحدة والثمن تحمى شي بزاف غالي ولنتم يعني تجمو تستعملوا اي بيسكوي كنت وفرانكم في الدار كما رأيكم تشوفو نقطعهم هذي الطريقة يعني نخليه شوية كبير حاولوا انكم يعني تقسموا الحبة تعمل البيسكوي الى ستة اطراف ولا ربع اطراف كل واحد وكيف شبغيهم كبار نقطعهم بهذا الحجم ونخلوهم في هذا الاناء ما بين الكريمة تبرد ونكملوا العملية على البالي هنا هراكم رحين تقصوني سنستعملو كمية بيسكوي انا يعني جبت زوج العلاء بتاع بيسكوي لكن رحش نستعملهم كاملا نحن نقسم العلبة الالأولى كما رأيكم تشوفو والعلبة التانية نخليها على جهة ما بين اللي نروح نجيب الكريمة التاعي ونبعد نعرف روحي الى نضيف العلبة التانية كاملة ولا نضيف قد نصفها يعني على حسب الكريمة التعنا كما رأيكم تشوفو الكريمة التعنا صاي بردت يعني من الأفضل تخلوها تبرد جيدا لأنكم كون راكم تستعملها فيها سخونة وتخلطها مع هذا البيسكويت راح البيسكويت تعكم كامل يشربها ويتعجل لكم يعني ما يعطيكمش النتيجة اللي غادي شاهدوها في الأخير فيديو كما شفتو ضفت الكمية للكريمة لهذاك البيسكويت اللي كنا قطعناه وبعد راح نخلطها ممليح باستعمال ملعقة بهذه الطريقة كما راكم تشوفو وعينك ميزانك يعني انتها هنا تشوف راحك إلى تضيف البيسكويت او لا يعني تخليها كما راهي أنا هنا يعني غادي نضيف البيسكويت انه الخالطة هذي هذي ما زال شوية جاري لكن بريكم القاوام تاعها في الاخير كيفاش لازم يجي باش نطيق ونتحكمه في العجينة تاعها هذا الكيك اذا كما شفتو نضيف البيسكويت ونخلطوه نضيف البيسكويت ونخلطوه حتى نتحصلوا على القاوام اللي رانا حبيناه وبعد انو حنكملوا العملية ملاحظة مهمة قد نعاود نكررها انكم ما تتقلقش على الكريمة تاعكم يعني خلوها تبرد جيدا لانه اذا ضفنا الكريمة وهي سخونة لهذا البيسكويت راح كامل يشربها يعني وما يقودوش القيطات تاعها باينين في النتيجة الاخيرة يعني من راح نخلوه يبرد بعد نعود ونقطعه الى شرائح كما البيسكويت غولي راح ما يعطيناش الشكل تاع البيسكويت باين مليح في الكيك تاعنا اذا بعد ما نحصلوا لهذا القاوام كما راكم تشاهدو فيه هنا يما ضفت كامل كمية تاع البيسكويت يعني بقاتلي كمية صغيرة وانتم ما تتحكموا في القاوام تعالى العجينة تاعكم لازم تحصلوا عليه نفس هذا القاوام اذا هنا نحن نجيب ورقة طهية ونفرش فيه هذك البيسكويت بايني بطريقة يعني حاولوا انكم تديروه في المنتصف تعالى الورقة تاعكم غم حين نلفوه ونشكلوه على شكل حربوش وبعد نقطعوه الى شرائح لكن انتم هنا لما لجدتكم هذه العملية يعني شوية صعبة تجمو تستعملوا مول دائري ولا شكل اللي تحبوه وتديرو فيه هذ الخريطة تاعكم وتضغطوا عليه بواسطة كأس ولا يعني ملعقة حتى يتفرش لكم كامل في القاعدة يعني هذك المول تاعكم وبعد ندخلوه للتلاجة وتخلوه يبرد يعني نفس الشيء كما نحن نديروه مع هذ البيسكويت بتاعنا اذا كما راكم تشوفوا طريقة بززر سهلة انا يقدبنا هذك الخالطة تاعنا ودرنا في وسط ورقة الطهي وبعد نروح نلفوه ورقة الطهي يعني نفس الشيء كما نديروه البيسكويت غولي ندوروها مليحة حتى نتحصلوا على حربوش كما راكم تشوفوا وإلا شفتوا باللي هذك الخالطة تاعكم يعني بداي يخرج لكم في الأطراف حاولوا أنكم يعني تدمروه باستعمال ملعقة ولا سباتيل وبعد هنا يا بعد ما تحصلنا على الشكل تحربوش يعني وكملنا نروحوا نغلقوا الأطراف ونحاولوا كيفاش يعني نعدله باستعمال اليدين إذا بعد ما اكملنا وتحصلنا على حربوش نعودو رجعوه هنا فوق هذك اللوحة ونديروه في المجمد يعني كونجيلاتير ونخلوه لمدة ساعة حتى يجمدنا تماما وبعد ما فاتت ساعة كاملة نروح نجبدو البيسكويت تاعنا من المجمد كما راكم تشوفوا راحة كمروحة غالي يضروكو نروح نقلعو له ورقة الطهي ونتحصلوا على الشكل النهائي تاع البيسكويت تاعنا إذا كما شفتوا البيسكويت بزيف سهل مكوينة تاعه اقتصادية جدا تجمد تحضروا عندكم في البيت إلا حضرته ما تنسوش تسلولي يعني تطبيقات تاعكم في جروب تاعنا على الفيسبوك ولا أيضا في الصفحة تاعي على الانستغرام نحن بارداجي يعني تطبيقاتكم في ستوريات تاع الانستغرام بعد ما قلعنا ورقة الطهي نروح نحكمه البيسكويت تاعنا ونحطه في فوق شبكة لأننا نحن نديرو له لغاناش شوكولة يعني غاناش شوكولاتة أحنا نعلمكم أيضا طريقة سهلة بالسبش تحصل على غاناش بدون استعمال كريمة سائلة إذن هنا كما رأيكم تشوفوا عندي كمية شوكولة طليطة كون دغوتها حوالي يعني 150 جرام شوكولة غدا نضيف عليها هنا ملعقة كبيرة تاع كرام دي سرق شوكولة يعني أي كرام دي سرق يكون توفر عندكم نضيف هنا ملعقة كبيرة وبعد نروح نخلط من حزوز المكونات حتى نتحصل على غاناش رائعة جدا لراحين يعني تستعملوها في أي نوع تركيكات تكون عندكم بعدما تحصلنا على هذك القاناش نروح نطلو بها هذي الكيكات تاعنا وانتم ما يعني بقىكم التزين اختياري تجمد خلوها كيمة راهي تجمد ديرو فوقها يعني كاكاو تجمد ديرو فوقها الحاجة اللي بغيتوها دروك هنروح نكمل يعني نزينها كامل بعد هذي القاناش وانبعد هنا هنروح نجيب أيضا كمية كاكاو لانه كما نعرف باللي الكيكات تاعنا يعني شوية حلوة نروح ننكسرها هذيك الحلوة باستعمال الكاكاو اذا كما شفتو درنا قاناش وبعد شرنا فوقها كاكاو اخطينا دوق بززف رائع ويعني الناس اللي حبوا الشوكولة راح ينتحبوا بززف هذه الوصفة بعدما زينا الكيكات تاعنا نجمونا نعود رجوعها للتلاجة زيد تبرد شوية انا هنا هنقطحها يعني موباشرة باش نوريكم الغوامتها كيف جداير كما راحكم شوفوا هنا تقطعها بززف سهل وشوفوا هذا الشكل اللي قلتكم عليه يعني شكل بززف هايل نتحصل عليه في النهائة نكمن نقطع الكيكات تاعي بنفس الطريقة كما راحكم شوفوا ونطلقها في طبق التقديم اذا هذه النتيجة النهائية غادي هنا نقسم طرف قدامكم نوريكم الغوامتها كيف جداير كما راحكم شوفوا الكيكات تاعنا جيدة بزاف طريقة بزاف فيفا وايضا غنية بدوق الشوكولاتة خاصة للناس اللي حبوا دوق الشوكولاتة ننصحكم انكم تجربوها اذا هذه الوصفة تانتانها اليوم ان شاء الله تكون نات اعجابكم حضرنا مع بعض كيكة ليزي كيك بدون طهي كما راحكم تشوفوا كيكة بزاف رائعة مكوينة تحابة ستا جدا ان شاء الله تكون نات اعجابكم ان شاء الله ايضا يعني تكونوا فهمتوا الوصفة جيدا ما تنسوش شي لاعجبكم هذا الفيديو تضغطوا على زر اللايك وايضا تشتركوا في القناة للناس اللي راهم يشاهدوا فيها لأول مرة ايضا الى طبقتوا هذه الوصفة عندكم في البيت ما تنسوش تشاركوا معي تطبيقاتكم في جروبتنا على الفيسبوك ولا في صفحتي على الانستغرام انا مبقى الياغين نقولكم تقعوا الاخير ونتلقى في وصفة لاحقة ان شاء الله الى اللقاء